في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة بيروت وأهليها من العطش نتيجة السياسات المائية الخاطئة المتبعة على مدى سنوات من الهدر والفساد ما يجبرهم على شراء المياه وشحدها شحادي استفاق أهالي شارع محمد الحوت في منطقة رأس النبع الساعة الثالثة والنصف صباحا على صوت انفجار قسطل المياه الأساسي في المنطقة نتج عنه انخساف كبير في الطريق العام كما وصلت المياه إلى المواقف السفلية لأحد المباني وغمرت عددا من السيارات المركونة حاليا اللي انفجر هو أسطر مياه توزيع المياه الشفة في المنطقة وأدى إلى هذه الأضرار وهذا مثل ما قلنا تابع لمؤسس بيروت وجبل لبنان مياه بيروت وجبل لبنان وليس للبلدية صارت أساطر قضيمة ومهرية مش بس بهذه المنطقة في معظم مناطق بيروت صار بيستلزم استبدالها لأنه أول شيء مهرية وفي هادر كبير عم بيروح من المياه بالتربة وما عم نقدر يستفيدوا منها شاغلي بيروت وأهل بيروت وهن بحاجة لكل قطرة مياه ترفي الشحر الموجود هذه الحادثة ليست إلا نتيجة لواقع البنى التحتية في لبنان التي بلغت حد الإنهيار في ظل غياب وزارة الأشغال التي اعتبرت أنها تقوم بعملها بالتي هي أحسن بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم قدرتها على تنفيذ مشاريع الصيانة ودفع كلفتها في عدة شوائرات تم تأهيلها بشكل جزري تم تغيير تنديدات الصرف الصحي صرف مياه الأمطار الأرصفين الإشارات الإنارة كلها سواينها ولكن صارت الثورة وبعض منها الأزمة الاقتصادية وهذه الأزمة أكيد طالت بلدية بيروت مثل ما طالت كل الناس ما بقى فيه مقاولة عم ينزل أصلا لأنه نحن حسب ما بتعرفي أنه أموالنا أساساً بالليرة اللبنانية بحسب قانون المحاسب العامين نحن من المفترض أنه ندفع بالليرة اللبنانية وعلى السعر الصرف الرسمي وهذا ما بقى يمشي حاله مع أي حداً بقى واقع البنى التحتية في لبنان لا يشبه إلا حكامه الفاسدين مهترق فاسد ومصد وبواقع الظروف تصعب الصيانة أما ما نشهده يومياً من أزمات فلا يبدو سوى البداية ترجمة نانسي قنقر